موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى جولة جديدة من برنامج صحافة المساء نستعرض فيها أبرز ما أوردته الصحف المحلية والعربية والعالمية في الشأن اليمني موسيقى أهلا بكم ونستهل جولتنا من موقع المهرية نت الذي صلت الضوء على تصريحات أدى بها الشيخ علي سلم الحريزي حيث يقول فيها أن السعودية تسعى لإجبار المواطنين في المهر واليمن إلى مواجهة محتملة مع قواتها الحريزي أوضح في سياق حديثه أن القوات السعودية المحتلة في محافظة المهر تمادت في انتهاكاتها وفي كل مرة تحاول بسط نفوذها على مناطق جديدة من المحافظة من خلال استقدام تعزيزات عسكرية إلى المطار والمنافذ ولفت الحريزي أن السعودية تريد أن تلغي أي دور للحكومة اليمنية الشرعية بالمنافذ والمحافظة بحيث تكون السلطة البديلة في المهرة متهماً السعودية بالسعي إلى جلب الفتنة للمحافظة من خلال الاحتلال الجديد لمنفذ شحن واستقدام قوات وتعزيزات عسكرية لاحتلال مواقع جديدة وعن احتلال القوات السعودية لمنفذ شحن مؤخراً بيّن الحريزي بأن القوات السعودية لا تزال داخل المنفذ وهناك احتمال بعودتها خلال اليومين المقبلين واحتمال آخر أن تبقى مضيفاً أن أبناء المهرة يراقبون الأمور ولا يرغبون في التصعيد كما يرغب السعوديون الموقع بوست نشر في السياق ذاته تحقيقاً رصد فيه ما المساعدات التي تقدمها السعودية لسكان محافظة المهرة حيث يجري تضخيمها إعلامياً بشكل كبير في وسائل الإعلام السعودية بينما على الواقع ما يقدمونه ليس سوى مواد قليلة لا تفي باحتياجات السكان ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر لسد الرجوع والاحتياجات اليومية وصرح مسؤول في مكتب الكهرباء للموقع أن ما يتردد حول دعم برنامج الإعمار السعودي للكهرباء في المهرة ليس سوى إعلاماً ودعاية إعلامية لا أكثر يضيف بأن زعم السعودية أنها تقوم بتقديم أعمال إغاثية في المهرة لا يرى إلا في وسائل الإعلام التابعة لها أما رؤيتها بالعين المجرد على الأرض فلا أثر لها الشيخ علي سلم الحريزي يقول إن برنامج السعودية لا يعده أبناء المهرة إعماراً بل شراء ذمم من أجل ترسيخ الاحتلال السعودي على الأرض بما يشبه المقايضة ويلفت الموقع عن شخص حضر لقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك عند زيارته للمهرة قوله إن البرنامج السعودي استحوذ على المشاريع التي تنفذها السلطة المحلية في المهرة وأكد أن رئيس الوزراء وعد بحل هذا الإشكال إلا أن ذلك لم يحصل موقع اليمنات نشر تقريراً عن أن إسرائيل تعتزم إنشاء قاعدة استخباراتية في جزيرة سقطرة بالتعاون مع الإمارات ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع جيفوروم الإسرائيلي وترجمه اليمنات إلى أن إسرائيل تعتزم إنشاء القاعدة في الجزيرة بهدف التجسس ومراقبة التحركات في جنوب اليمن والخليج العربي وخليج عدن وباب المندب كذلك القان الأفريقي إضافة لمراقبة خطوط الملاحة التي تمر من هذه المناطق وأشار إلى أن التصبيع الذي أعلن عنه مؤخراً بين إسرائيل والإمارات بوساطة أمريكية سيأتي بثمار استراتيجية بالنسبة لإسرائيل في اليمن وذكر الموقع أن إسرائيل والإمارات تقومان بالاستعدادات اللوجستية كافة لإنشاء قوات استخباراتية في الجزيرة بهدف جمع المعلومات بجميع أنحاء خليج عدن من باب المندب في جزيرة سقطرة جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة الإمارات وأشار إلى أن المواقع التي حددها الإسرائيليون لبناء قواعدهم هي مركز جمجمو في منطقة مومي شرقي الجزيرة ومنطقة قطينان غربي الجزيرة ركز موقع الخبر الآن على تصريحات الخبير الاستراتيجي اليمنية الدكتور علي الذهب حيث يقول أن تعليق الانتقالي مشاوراته مع الحكومة لن تعلي من رصيده المتناقض في شعبيته التي اكتسبها بالدرهم الإماراتي والعصبية القروية وأضاف أن هذه الشعبية لن يعيدها قامع وتصفية القوات السلفية المدخلية من قبل قيادات تقليدية في الجيش السابق المنصهر في تشكيلات الانتقالي من جانبه قال وزير النقل المستقيد صالح الجبواني إن تعليق الانتقالي مشاركته في مشاورات الرياض يؤكد ما قلناه للأشقاء والدبلوماسيين الأجانب بأنه لن ينفذ الاتفاق لأنه جماعة عصابوية مرتبطة وجودها بالسلاح والفوضى وأضاف بأن الانتقالي لا يفقه ممارسات السياسة وسيذهب بعيدا في ممارسات العنف معتقدا أنه ذاهب لتحقيق أهدافه لكنه يقود نفسه للسقوط موقع الحرف 28 أورد خبرا عن تسبب الانهيارات الصخرية في عزلة الشراجة بمديرية جبل حبش غرب تعز بقطع طريق قريتي المشجب وصهبة وتهديد 62 منزلا بالتدمير وأوضح الموقع أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على قرى عزلة الشراجة خلال الأيام الماضية تسببت بتساقط الصخور والحجارة وتشقق للجبل المطل على منازل المواطنين ما أدى إلى قطع الطرق الفرعية لتلك القرى وإلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية وأضاف أن هناك نحو 12 منزلا في قرية الشراجة الشرجة بعزلة الشراجة معرضة الدمار كليا حال تجدد سقوط الصخور من المرتفعات الجبلية فيما يوجد نحو 50 منزلا من قريتي المشجب وصهبة معرضة هي الأخرى للدمار حال تزايد تشقق الجبل بسبب هطول الأمطار وكالة رويترز تحدثت في تقرير لها عن المعاناة التي يواجهها النازحون في اليمن بسبب شحة المساعدات وغلق المنشآت الصحية تقول الوكالة إن خدمات الرعية الصحية والصرف الصحي والتغذية تقلصت شيئا فشيئا في مختلف أنحاء اليمن حيث كانت تحمل ملايين من المجاعة والمرض وسط نقص حاد في التمويل لأكبر أزمة إنسانية في العالم فتحية جابر هي إحدى النازحات وتقطن في مخيم المهرب للنازحين بمحافظة حجة حيث دأبت على الذهاب للعيادة المحلية لمعرفة إن كانت فتحت أبوابها مجددا حيث تقول إن ابنها يعاني من ضيق في التنفس ويعيش في وضع غير مستقر وتشير الوكالة أن الحرب المستمرة منذ خمس سنوات دمرت الاقتصاد والنظام الصحي في اليمن ولم يحصل الكثير من موظفي الرعاية الصحية وغيرها من العاملين بالحكومة على أجورها منذ ما يصل إلى ثلاثة أعوام في أخبارنا المنوعة نقرأ في موقع المشاهد نت تقريراً للأرمالة أم نديم التي فقدت زوجها قبل خمسة أعوام حيث تعلمت الخياطة من أجل إعالة أبنائها الخمسة أم نديم تقول إن مسؤولية البنات أكبر من الأولاد وفقاً للعادات والتقاليد السائدة في المجرمع اليمني إذ لم تقف معاناتها عند مقتل زوجها فحسب بل امتدت منذ مقتله قبل خمسة أعوام وحتى اليوم حيث أن معاش زوجها لا يكفي لتلبية احتياجاتها أم نديم بحسب الموقع لم تستسلم كل تلك الفترة بل تمكنت قبل شهرين من معاودة الالتحاق بالمساحة الآمنة التي تبعد عن قريتها حوالي نصف ساعة على متن السيارة لتتعلم حرفة الخياطة وتدخل سوق العمل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة إضافة لالتحاق بعض بناتها بالجامعة ما يعني مزيداً من التكاليف وبعد إكمالها تعليم تعلم حرفة الخياطة سيتم تمكينها اقتصادياً من خلال منحها ماكنة خياطة ولوازمها ضمن مشروع توفير فرص العيش والتمكن الاقتصادي للنساء والفتيات الذي ينفذ عفواً في المساحات الآمنة ونختم برنامج صحفة المساء لهذا اليوم مشاهدنا بهذا الكاريكاتير من موقع المهريانيت حيث يجسد دور التحالف في مشاريعه التوسعية في ظل انهيار العملة الوطنية نتابع إلى هنا وصلنا بكم مشاهدين الكرام إلى نهاية برنامج صحافة المساء لهذا اليوم إلى أن ألقاكم في الغد كنت قمت برنامج صحفة المساء ترجمة نانسي قنقر